مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي في هاتف الانثى الحامل وكيفش يعرفها انها حامل يقدم لكم هذا النهار طريقة عينيا بلا مرة يكون فيها طريقة الجص انا عندي فيديويات سباق ليدرتهم انه تعليم طريقة الجص انه تجيبوا واحد نفواخه وتعمروها بالنصف ديال الماء نفخها كتنفخوها وديرو فيها الماء وكتترميو فيها شي وحد جوج حمصات ولا جوج بلوت ولا وكتقو تعلمو كيفاش تجصو عاد كتوليو يعني محترفين ممكن انكم تعلموا بهذه الطريقة رعندي واحد فيديو خاص بهذه الطريقة اما بالنسبة لها الطريقة اللي جئت هاد النهار هي عينية ممكن انها كم غير من خلال يعني النظر الارنب ممكن او ممكن انه تهزو الارنب ولكن مشي اه مشيت جسو يعني مشي الجس لا طريقة سهلة وما في حقيقة عينيا نظريا ممكن انكم تعرفوا الانثى واش حامل ولا ما حامل اه يعني ما شاداش ما يقوله ما شاداش مشي عو شعر اذا كين واحد القادية ديال العين يعني غيب العين كيفاش ممكن انكم تعرفوها اه الشعر ديال هكي يكون خاشين سبحان الله منك تكون حاملة انتو ما لاحظوا ان هاد الانثى هادي شوكوا الشعر ديالها ماشي املس يعني بقي مع الصغار ديالها بقي ما تمتهمش اه يعني بقي كيردعو منها ولكن تقريبا راها مفطومين اذا ممكن اننا نشوفو في المجنة غيب الشعر ديالها اذا كانت اه الشعر ديالها يعني الملمس دياله خاشين عارفوها راها مشداش راها مشي عوشا ولا كانت يعني الملمس ديال الشعر ديالها فيكون فيكون يعني املس عارفوها راها حامل بحال هادي تهيها انتو ما الشعر ديالها لاحظوا انها خاشين وما كتكونش مكسية مكسية بزا في الرقبة ديالها لاحظوا مني ندورة راسا انها الرقبة ديالها دايرها بحالي منتوفة شي شوية مني كتكون شادة الحمل راها كتكون يعني الشعر املس وما فيش واحد الخشونة والحركة اللي بريتنا علمها لكم هاد النهار وهو انكم مني تهزوا الارنب يعني الانثى ديالارنب تهزوها للسماء فالطريقة انا بريكم الطريقة انها يعني بالعقل ما كتكونش كتفركن وكين الانثى مي كتفركن انتوما اني الهزينها بحال هكا لاحظوا معالا هايا هيا راها شوية شوية بداتك تفركل انتوما راها شوية فركلت انتوما يعني مني تشوفوها فركلت اسمو المعنى ديالها انها هايا فركلت إلا دربة صغي برجلها مرة مرة ان يخضوها هكا إلا دربة صغي برجلها مرة عارفو بأنها راها غير حامل راها ما حاملاش بالنسبة لشدمة هزوش من الأدنين هزوها من الظهر ديالها من الأحسن يعني بالعقل إلا مشيتو تبريتو تفسروا هاد الظاهرة يعني علاش فركلت كتكون يعني ما شداش ما شي عوشار ما شي الحمل ما كاينش الحمل علاش لأنه يمني كيكونوا شي صغار في الكرش ديالها كي تقلوا عليها ما كتقدرش يعني ما كتقدرش الوزن ديالهم ما كيخليهاش أنها تقعد ضرب برجلها كيخليوها أنها حلين نقولوا كتكون إما خفيفة إما تقيلة إذا كتكون تقيلة ما كتقدرش ما كتقدرش أنها تفركل برجلها أعرفوا باللير هادك الساعرها ما شداش يعني إذا كانت تقيلة ما غادش تفركل يعني را شد الحمل أما إذا كانت خفيفة وما فيهاش ما فوصتش منها هادوك الصغار من أخي كيكونوا غي صغيرين را هادك كيكونوا مأبترين عليها يعني من الزنين تتقل للأسفل إلا كانت ما فيها لا صغار لأولو غاد قادر برجلية هاكا يعني ليش شدتوها من الظهر هاكا وهزيتوها را بني غاد قادر فركل هاكا هاكا عرفوها باللير ها كرشها خاوية ونصيحة يعني موضوع الساعة إحنا عارفين فالليامة ديال الحر وموجة ديال الحر حاولوا أنكم مت 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 تعطيوا هاش لبدك أنا هاي هادي را فطمة الصغار ديالها ها هما الصغار دياله هما هادو هما تبارك الله هادو راهم الصغار ديالها هما راهم فطمتهم راهم فطومي كان خليهم دا بيكبروا صافي هما ولكن هي نصبر عليها واحد نقولوا بما هي في حقيقة بما تفوت الموجة ديال الحر حاولوا أنكم مت 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 متعطيوا هاش لبدكار خليوا ترتاح وفي نفس الوقت أنه إلا مشي تحتها حملت وكانت عوشار في هاد في المرحلة هادي راها مني كتولد كيجيالي مراجي لديك الدم يعني الفتحة ديال اللى ليازالالالالالاوات تناسوليه ديالها ما قت بغش تبرق وكيجيها الدم ما قيت بغش يتوقف ومؤمني هين يلينيج حالات للي الناس ماتوا عندهم انا الحمد لله م&م إمرا م مت وقعت لي هاد الموشكيلة هدي ولكن راها... كتموت مني كتولد غالبا الى ولدت في الصيف ماشي في حالة ولدت في الجو البالي اذا حاولوا انكم تعطيهم واحد الراحة وطريقة ديال الجس الناس الما كيعرفوش انني وريتكم يخليوها هزوها هكا اولا الشعر يكون الملمس ديالو يكون كيبالكو ماشي مبربش وخاشين عرفوا الى كانت ملسة عرفوها حاملة يكون كيف كتولي ملسة والشعر ديالها بحلي الى وجهتور الضوء كيبري كتولي زيانة كلها عرفو والمناطق اللي كيكون خاوين كيعمروا عندها بالشعر بالشعر ديالها وكيبالي ملسة املس عرفو اراها شادة دراعو شادة حاملة وطريقة الثانية انكم تهزوها هكا تهزوها منين شوفوها تركلت يعني خضوها واحد شوية هكا الى تركلت عرفوها ما شاداش غير حاملة الى هزيتوها وخضيتوها هكا عرفو باللي عندها واحد تقول اللي تحتو مقادرة ش تحرق رجليها عرفوها رهات مياه رهات شادة رهات حامل اذا ببساطة طريقات علمية بسيطة اذا الحلقة ديالنا هي هذه فنشكركم على التعاليخ طيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا شاركو معنا اسكيوا على زر جام باش تسندونا واسكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة